الحديث عن الضرائب ممتع برضو يا جماعة اوالله شوف انا كل ما بضرائب تزيد انا من الناس اللي تنبسط قولي ليه اصل الضريب هو طبعا ضريب ما زادتش يعني بس انا من الناس اللي بتشجع ما نزود الضرائب يعني ليه في النهاية خالص انا ببص على بلد مثلا مثلا كده زي انجلترا الضرائب فيها شرائح طيب بتصل فيها اعلى شريحة في ضرائب على الدخل 45% حلو يعني مو صلاح بيدفع 45% من الفلوس اللي بتتكتب له في العقد ده كده وش 45% دي يعني خدمات 45% 45% دي يعني انا اشوف قدامي حياتي منورة يا سلام لما يجي يومي بقى فيك ده اقولك يوسف عاوز اشجع زيادت الضرائب يا ابني ما هبتنعاكس عليك طب خلونا نحاول نتكلم اكتر عن الضرائب وحاجة اسمها قانون التجاوز وده مهم جدا مع دكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب منورنا دكتور عليه ضريبة سواء كانت الضريبة دي ضريبة كيمامضافة او ضريبة نبيعات سابقا او ضريبة دمغة نسبية او قطعية او ضريبة مرتبات او ما في حكمها او ممكن يستحق على الممول ضريبة واجبة الاداء سواء كان ضريبة مرتبطة بالاكرار او ضريبة مرتبطة باتفاق لجنة داخلية او لجنة طان او حكم محكمة او لجنة اعادة نظر اي استحقاق ضريبي على الممول وعدم سداده وتأخره في السداد بيترتب عليه فوائد تأخير او ضريبة اضافية على حسب نوع الضريبة ففي بعض الاحيان فوائد التأخير والضريبة الاضافية نتيجة تأخر الممول لسداد الضريبة بتراكم السنوات بتزيد تلك الفوائد والضريبة ممكن توصل انها تساوي اصل الضريبة نفسها او تزيد عن اصل الضريبة ونظرا لي الظروف الاخيرة اللي حصلت في الدولة المصرية وخرجنا من اكتر من ازمة زي مثلا كورونا او الحرب الروسية على اوكرانيا ده ترتب عليه ان لازم كانت الدولة المصرية تعمل تسهيلات للممول الضريبي بحيث ان تساعده على ان هو يحدد مركزه الضريبي بشكل سليم ويسبت الاستقرار الضريبي عنده فصدر قانون 153 لسنة 2022 دموجة بالقانون ده هنلاقي ان الممول بنتجاوز عن 65% من الضريبة الاضافية او فوائد التأخير وده مش هيتم الا لو اتوفر شرطين مهمين جدا ان لازم يسدد اصل الضريبة اللي هو اصل الدين قبل 31.8.20.22 وال35% الباقيين من فوائد التأخير يسددهم حتى 1.3.20.23 32.8 اللي أنا فيه ده 31.8 يعني اخرنا بعد 4 تيام بالضبط كده